كلاسيكو العالم بين البارسة والريال هي قصة لطالما كانت تفاصيلها شيقة وشاهد على صراع أزلي بطله نجوم على أعلى مستوى وجماهير في المدرجات مطلبها الرئيسي تحقيق الفوز على الغريم التقليدي مهما كلف الأمر صراع امتد لسنوات طويلة لكن في كل مرة يشهد تغييرات عديدة من بينها انخفاض مستوى فريق معين أو هما معا لكن في فترات عدة يشهد الأنصار على استضامات تاريخية لعل أبرزها عهد المنافس الشريسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي فضلا عن أجيال أخرى ذهبية فمن منا لا يعرف زمن غالاكتيكوس الريال وثورة البلاوغرانا بقيادة رونالدينيو والرفق بالنسبة للكلاسيكو الريال والبرساق وكانوا نجوم كريستيانو وحدثت بين وسبلاً فينيسيو مزيانيين جنات عن 3000 جديد من تثير كلانسيكو للكلاسيكو من تثير البارساق وبعتنى البرساق لا يمكر الجامعة بأن مبارات الكلاسيكو سبق من أفضل مباريات على الصعيد العالمي يكفي أنه تسمى كلاسيكو الأرض هذا يعني أنها لم تفقد قيمتها برحيل نجمين من نجوم كورة القدم العالمية وهما ليوني الميسي وكريسيان ورولاندو لكن أعتقد أنه الشعب المغربي بحكم الانتماء الجغرافي القرب دياله الإسبانيا كان منذ القدم يتابع مباراة الدور الإسباني وبتالي مباراة الكلاسيكو سبقى مباراة عندها طعم خاص خصوصا أنها تحدد تقريبا ملامح ديال المتوج باللقب كم أريد أن نقول إلى الماشد ديال الكلاسيكو من البارسا والريال لم يكن هناك نيدية كما كانت في حال هذه يعني لم يكن هناك قيمة معروفة أحسن لم يكن يتبع الملايين هو البارسا والريال ولكن لم يكن هناك العابة لأنهم يتبعون الأنظار مثل ميسي ورونالدو لم يكن هناك حماس الفورجة كما كانت في حال هذه خمشة ميسي ورونالدو قد نفس نفسه في المارس صار حشان بخوف في أونيفو صار حشان برسا والريال فوروك ما مشيش خارنوش وخاش يكونوا في أسوأ مواسف ديالهم ما بيقدر يفاجوا كفية لحد الشارع الرياضي ينقسم بين مؤكد لثبات قيمة الكلاسيكو رغم تغيير الظروف ومن ينفي ذلك باعتبار هيبة الحدث إن خفضت مع غياب نجوم بحجم أسماء الماضي فهل فقد فعلا الكلاسيكو قيمته أم أن الجيل الحالي سيثبت العكس الأحد من بوابة الليغة ترجمة نانسي قنقر